طيب نهاردة معنا انفراض في منتهى الاهمية انا ده ما بقولش انفراضات كتيرة اوي بس يعني بايه عشان عشان بيشغنيش اوي موضوع الانفراضات على قد من قد من احرارتكم محتوى كويس بس هو انفراض عشان متعلق كتير اوي باحداث حصلت الموسم اللي فاتت وتعدلها الموسم ده فرقم عشر النهاردة بينفرد باهم بنود لاحد الدوري الممتاز في الموسم الجديد اشياء مهمة جدا تعالوا نشوفها مع بعض ونتكلم عنه اولا دي طبعا ابرز البنود مش كل البنود ابرز البنود اللي تفري معنا او شغلانا يعني دي اللي هتروح للاندية بكرة يا لسه مرحلش الاندية رايحة للاندية بكرة اول هزي البنود تحديد الاندية المشاركة في بطولتية افراقية وفي حال عدم انتهاء الدوري يتم الاستناد مباشرة الى ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الاول دي بقت في الليح ثاني فاية ما كانش موجودة في الليح هي الرابطة بلغت انه الدور الاول وحصلت المشكلة بتاعت بيرامدز وبرامج عايز شارك في الكونفيدللية وعنا بصحب المركز الرابع عايز عفوا ان البيرامج عايز شارك في دوات الابطال وصحب المركز الرابع اللي هو ما كانش فيه تشرف في الاخر كانت لا اilo جيش عايز شارك في الكونفيدللية فقال لك لا تعالى نحسنها بدري بدري والله اللي اتحالد أفريقي حاب بكرة او يعني في اي وقت يقول انه عايز الفرق اللي هتشارك من عندكه في البطرات الافريقية عشان لو بعد كده اسمعتوا مشاكل هم عارفين وموافقين اللي بعد يشارك يشارك الاول والثاني في دورة ابطالة افريقيا والثالث وبطل الكاس في الكونفدرلية ودي عارفنا طبعا لو بطل الكاس او الكاس ما تلعبش او من حيناش نخلص الكاس هيبقى المركز الرابع هو اللي موجود في الكونفدرلية طيب لو مشينا عليها حداية صاحب المركز الرابع وبطل اسمع دي بقى المركز الرابع وبطل كاس الرابطة هيشارك او هيشاركوا في البطولة العربية دي حاجة مستحدثة عشان يحفزوا الناس لكأس الرابطة يعني اللي هيكسب كأس الرابطة هيشارك في البطولة العربية بقى صاحب المركز الرابع في الدوري وبطل كأس الرابطة هيشاركوا تلقائيا في البطولة العربية لو واحد فيهم ما كانش موجود في اي من البطولات الافريقية يحق الاندية طلب حكام اجانب بشرط ان يكون الطلب قبل موعد المباراة ب14 يوما ويتحمل النادي تكاليف طاقم التحكيم الاجنبي الذي يحددها التحدي الكراب ده كمان حاجة مهمة جدا في اللياح هتقول لي ايه الجديد هقولك الجديد انه محددش مدة او عفوا محددش عدد يعني ايه يعني لو انت نادي قررت تدفع فلوس من اول الدوري الاخر الدوري للحكام اجانب تطلب قبل المباراة بسبوعين وادفع وتعالى ويلا هنحكم لك بحكام اجانب يعسب لك الحرية عشان اي نادي ادائي من حكامنا الحلوين لحكامنا المصريين المحترمين وقال لك انا عايز حكام اجانب اتفضل بلغني قبلها بسبوعين ادفع الفلوس عايز تجيب لكل مباراة حكام اجانب تحت امرك سهلة وواضحة وفي اللائح اللي بعد عدم اقامة مباراة في الدوري الاندية المشاركة في بطولتية افريقيا بين مباراةية الزهاب والقياب وذلك بداية من الادوار الاقصائية يعني بداية من دور التمانية اللي ادوار الاقصائية يتسابك من دول المجموعة الادوار الاقصائية اللي بيخسر يخرج لو في مباراة زهاب يوم كذا وبعدها باسبوع مباراة كذا اللي ايه العودة ما فيش بينهم مباراة في الدوري تركية يعني مش النادي بقى يروح يطلب هجماعة جنوننا المباراة دا ايه اصلاحنا بنلعب باسم مصر لا انت كده كده هم من عندنا هؤ لو عندك مباراة زهاب وعودة في ادوار اقصائية اللي هي من دول التمانية يعني في دورة أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مش هتلعب مطش بينه مطش في الدورة بينه خلاص واضحة وصريحة في اللائحة يعني مفيش نادي المفروض يعتار التانية ويقوله نأجل عشان اللي جاي هيخليهم يطلبوا يأجلوا تعالوا نشوف الفريق المشارك في أفريقيا يلعب مباراته بي الدورة في اليوم الرابع إذا كان يلعب خارج مصر وفي اليوم الثالث إذا كان يلعب داخل مصر يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت الآن عندك مباراة خارج مصر بعدها بأربعة أيام تلعب مباراة في الدور يعني أنت رحيبت مباراة خارج مصر بعدها بأربعة أيام تلعب مباراة في الدور هتجي تقول لي والله أصل السفر أصل الطيران خاص أصل الطيران مش عارف عمل فيه إيه أنت بعد أربعة أيام بي عندك مباراة في الدور طيب لو المباراة في مصر بعدها بتلعب تلعب مباراة في الدور تلقى أي أنا هو يعني حضرتك كنادي سين أوصاد أوضال أي نادي حراك فيهمت الليحة وشفتها أرجوك ما تجيش تقول عايز أجل مباراة عشان خاطر مصلحة منتخب مصر أنت عارف بالمناسبة يعني لأن دا في أوروبا في الدولات الخامسة الكبرى كلهم لحد ما نوصل لكاس العالم حيلعبوا كل 3 3 أيام مباراة لأن دا اللي بتشارك تحديدا في البطاطر الأوروبية كل 3 أيام مباراة لحد كاس العالم متفاهمين وعارفين ومتدايقين ومتدايقين بس مش هيدروا يطلبوا أنهم يأجلوا حاجة هتسمع الكلام مش منرزل عليك يعني بس دي الظروف دا الوضع وبالتالي حنتحمل الوضع بتاعنا ونتفهمه ونمشي برضو بنفس الالتزام مش حابين نرهك اللعبين مش حابين نتعب اللعبين مش حابين الموضوع يتقزم مش عايزين يبقى فيه ناس بتتصاب كتير كل دا كلنا مش عايزين دا كلنا أكيد يعني بس خلونا نخلص المسابقة في معدن ان شاء الله اللي يكون في آخر ستة نخلص الأمور تبقى كويسة ونلعب مسابقة محترمة ما فيهاش أسبوع تالت وإسبوع خمسة وعشرين بيتلعبوا في نفس الوقت ما فيهاش بقى الحاجات الغريبة اللي احنا عايشين فيها بقى لنا كذا سنة دي مرة واحدة بس مرة واحدة نلتزم كل فرقة عندها قائمة مليانة لعبين وزع بقى وزع فرق كده على اندية أوروبا اللي هتليه بي رايح دي برويو اللي هتليه بي رايح بنزيمة اللي هتليه بي رايح مش عارف مين عشان خاطره وعنده ضغط المباريات بيوزع لعبته ما بيجيبش 11 لعب ولا 13 لعب ويقعد يلعب بهم كل المباريات ويقول لك يا سهل لعبتي اتكسرت والدغدغت واللي أقر البدنية عندي وقعة عشان ضغط المباريات طبعا انت اللي بتلعب ب13 لعب هي دي مشكلتي كمنظم يعني لمسابقة انا منظم المسابقة سيقبلك لعيبة كتير سيقبلك قائمة 30 لعب سيقبلك بقى عيش وزعه زي ما انت عايز فلو سمحته اهو بسم الله الرحمن الرحيم القرعة هيتقبل بكرة قرعة الدوري بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على خير كده ومن غير دوشة ومن غيرش معنى واصل انت اجلت لفلان انت ما تأجل لنا كمان ونلف نفس الدائرة اللي بنلفها كل موسم مرة واحدة عشان مصلحتنا كلنا ما خد بالك المسابقة لو منتظمة اولا قيمة الدوري بتاعلى دوري المصد ده قيمته التسوقية تعلى فلما قيمة الدوري التسوقية تعلى الاندية بشكل تركائي هتستفيد ماليا فقيمة الاندية دي كمان هتعلى فكل الناس هتبقى مبسوطة وتكسب اللعيبة هتلعب الناس تفرج على الدوري بتاعنا هنيجي بعد كده نزبط ملاعب هنزبط كاميرات هنزبط صورة نبقى دوري حقيقي بقى دوري جميل خدنا خطوات السنة اللي فات بصراحة في ده بس تعالوا نحسنها اكتر السنة دي والسنة اللي بعدها نقعد نحس بس انساعد بعض كلنا هنطلع كسبانين انسى انسى انه في فرقة لو لعبت في ضغط المباريات والتزمت هتبقى متضررة في الاخر قدام مش هتتضررة ليه؟ لو انت اضغطت الموسم ده واستحملت شوية واستحملت شوية هتلاقي الموسم اللي بعده ان شاء الله ميبقى شفيه نفس الضغط لك يا انت كل شوية هتقول لي أجل 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 فانت كمان بتتضغط والمسابقة بالطول وتيجي السنة اللي بعدها تتضغط تاني وهنفضل نرف نفس اللف زي ما قدت لك ده عموما يعني ده كان انفراض رقم عشرة بخصوص لائحة المسابقات في الدوري الممتاز الموسم الجديد أبرز أبرز الملود في هذه اللائحة اللي ممكن تهمنا احنا كمتابعين لكرة القدم والدوري المصري اشتركوا في القناة